ليدي السينما العربية. قطة الشاشة. دلوعة الشاشة العربية. أحدثكم طبعا عن الممثلة المصرية الشهيرة والقديرة. ميرفت أمين. بالنسبة لأشاقة السينما الكلاسيكية. ميرفت أمين كانت رمزا للجمال والأنوثة على الشاشة المصرية. مثلت أمام عمالقة الزمن الجميل. مثل عن دليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أحمد مظهر وفؤاد المهندس. وعماد حمدي رشدي أباذا. وحسن فهمي وغيرهم. ميرفت أمين نادرا ما تظهر في الإعلام المصري مؤخرا. فكان آخر أعمالها الفنية منذ خمس سنوات تقريبا. لذا لاقى ظهورها خلال الأيام القليلة الماضية. اهتماما كبيرا من قبل الجمهور. كان ذلك خلال مراسم عزاء المخرج المصري الكبير علي عبد الخالقة. العزاء كان في جامع الحامدية الشاذلية في الجيزة. حضر تلك المراسم مسؤولون كوزيرة الثقافة المصرية. وعدد كبير من نجوم الفن والسينما. من بينهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي. والفنان الكبير أحمد بدير. وغيرهم. وبدت على مربة أمين علامات الحزن الشديد والتأثر. كما تشاهدون. وإلى جوارها الفنانة اللبنانية مادلين طبر. طبعا كما شاهدتم. بدت أمين البالغة من العمر خمسة وسبعين عاما. متأثرة. وطغى على ملامحها الحزن. في الوقت نفسه كانت على طبيعتها. لم تضع المقياج الصورة هذه. انتشرت بشكل واسع على المنصات. وبدأ المستخدمون بنشر صور لميرفت في شبابها. مقارنة بصورتها هذه في العزاء. وللأسف قام البعض بالتنمر عليها. ذلك الأمر أثار ردودة فعلا غاضبة من قبل الكثيرين الذين تضامنوا مع ميرفت أمين. مثلا هنا الصحفية أميرة ابنة الفنان الراحل سيد مكاوي. قالت في هذه التدوينة. أميرة سيد مكاوي تقول. لو الأستاذ العظيم ردودة أمين راحت العزاء على سنة عشرة. وحطى ميكب زي مئة السيدات العاديات. اللي بقوا بيعملوا كده دلوقتي. كانوا قالوا ودي رايحة عزة ولا رايحة فرح. لو عاملة تجميل وشدة والشهة. كانوا قالوا ما تحترم سنك وتقبلي إنك كبرتي. لأنها راحت طبيعية وحزينة. قالوا الحقوا ملامحها اللي تغيرت وصور زمان وصور دلوقتي. الممثلة بشرة وهي لا فارق تقول في هذه التدوينة بشرة. هي ولا فارق معها. دي ستة عندها سلام نفسي وإيمان وثقة بالنفس وثقة بالله كبيرة جدا. مش عندي ربع نفر من هؤلاء الفشلة المتنمرين. يريد لما نوصل لعمرها نبقى ربعها في كل خصالها الجميلة. العبرة بالخواتيم. الشباب زائل عند الكل محدش مخلد فيها. طبعا هو بعد الضجة التي حدثت. تعلقت الفنان المصري ميرفت أمين في مداخلة مع قناة دي أم سي على الأمر. وعلى شائعات انتشرت عنها على السوشيال ميديا. هذا ما قالت فو ميرفت أمين. من تقريبا عشرة أيام كده قالوا أثر وعكة صحية مش عارفة إيه توفت إلى رحمة الله. وبعدين بعديها مش عارفة في سنة إيه وبعدين يكبروني كم سنة كده تزوجت. يعني لا الموت ووالس الجواز بيستخبوا. أنا مش عارفة أنا يعني يصيبني أنا ليه طول الوقت. يكلموا على عزة وشكلها مهموم وشكلها كبرت وشكلها. هل أنا مطلوب مني في العزة أن أنا أروح طول ميكب؟ شكرا لمشاهدة كاتراندينج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وأعجابك بها وتعليقك عليها.